السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفصل لكم النهاردة تفسير ورؤية الزعل في المنام وبنبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يفسر ابن سيرين حلم المرأة بالزعل في المنام على قونه دلالة على حصوله على الكثير من المنافع في حياته خلال الفترة القادمة ورؤية الحلم أثناء نومه للزعل مع رفقاءه وتخاصمه معهم تشير إلى الترابط القوي فيما بينهم ومساندتهم لبعضهم وقت الأزمات ومشاركتهم العديد من الأشياء الخاصة في حياتهم مع بعضهم ولو كان الرجل يرى في حلمه كونه زعلان بشدة من أحدهما ويبكي بحرقة فتلك إشارة إلى حدوث وقعة غير صرة في حياته عما قريب ستصيبه بالحزن الشديد إذا كانت العزباء مخطوبة ورأت في المنامة كونها زعلانة من خطبها فتلك إشارة إلى نشوب الكثير من خلافات بينها في الواقع وعدم قدرتها على الشعور بالتوافق مع بعضهم على الإطلاق وصوف يفسخان الخطبة عما قريب ولو كانت الحلمة ترى أثناء نومها كونها زعلانة من شخص اللي تعرفه فذلك يرمز إلى كونها ستلقى الكثير من الأحداث الغير صرة في حياتها خلال الفترة القادمة رؤية المتزوجة في المنام لكونها زعلانة بشدة من زوجها تشير إلى كونه لا يحسن معاملاتها على الإطلاق ويقص عليها كثيرا وتلك الرؤية تعبر عن اشتياقهم لحنانه بشكل كبير ورغبتها في جعله يزيد من اهتمامه بها لشعورها بوحدة كبيرة ولو كانت الحلمة ترى أثناء نومها زوجها زعلان فتلك إشارة إلى تعرضه لكثير من الاتضربات في أعماله خلال الفترة القادمة وإذا تساعدت الأمور أكثر من ذلك فهذا يؤدي إلى تقديمه لاستقالته رؤية الحامل لكونها زعلانة في المنام تعيد دلالة على تعرضها للكثير من الوعكات الصحية خلال الفترة القادمة نتيجة لإهمالها لتعليمات طبية وعدم التزامها بالراحة وقد تتعرض لفقدان جنينها خلال وقت قصير من تلك الرؤية ولو كانت الحلمة ترى أثناء نومها كونها زعلانة للغاية فذلك يدل على أضم استقرار أو ضحة نفسية في تلك الفترة نتيجة ما تعاني من صعوبات في حملها وشعرها بالكثير من الألم وفي حال إن كانت الرؤية تشاهد في حلمها كونها زعلانة من زوجها لكيومه بضربها فتلك إشارة إلى كونه يحبها بشدة ويحرص على توفيره كل صبل الروحة من أجلها ويساندها كثيرا في حملها ورؤية المطلقة لكونها زعلانة في المنام تشير لعدم قدرتها على التخلص مما قد رقته تجربته السابقة من داخلها من الألم والكثير من الزكريات السيئة وذلك يؤرقها بشدة ويعقيها عن مواصلة حياتها بشكل طبيعي رؤية الرجل لكونه زعلان في المنام تدل على حدوث العديد من الأشياء الخارجة عن إرادته خلال الفترة القادمة والتي ستساهم بشكل كبير في شعوره بالضيق والإنزعاج ورغبته في تحويل مصاري الأحداث ليكون في صالحه مرة أخرى وديتكم نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الزعل في المنام أتمنى الحلقة لإعجابكم وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته